الاهلي خلى الاتحادي بان بالشكل ده صحيح عشان الاتحادي فماتش اوكلان كان جامد جد بالزبط المرعب يعني المنافس مش الاهلي اوكلان بالزبط اوكلان ده احنا كسبناه طب فانا مش متخيل اللي هم عملوه بصراحة يعني كان موضوع اوفر قوي ومش عقلاني ومش صح وصدروا للنادي الاهلي دوافع احنا فعلا ما كناش نعرف نعمل طبعا ايز اخدك واحدة واحدة بقى كده اول ما سمعت تشكيل النادي الاهلي ولقيت احمد نبيل كوكا في التشكيل ومش موجود ديانج مفاجأة بالنسبة لك سمعتك وانت بتسأل السؤال ده وسؤال حلو جدا انا لما شفت كوكا لا انا استغربت طبعا انا استغربت لان مفيش وسط يمه يبقى كويس قوي ايوه يمه يبقى وحش قوي ايوه ولو وحش قوي الراجل ده ماشي النهاردة ماشي مرس كوكا عمشي بسبب احمد كوكا طبعا بسبب يعني مخاطرة طبعا جدا مخاطرة بص انا مش معاه قوي لكن النهاردة بصراحة لازم يعني اديلته عظيم سلام ان هو فكرني بجزي لما كان بيغامر بلعيب كان كل الناس يقولوا لا ازاي عمل كده واللعيب ده بطلع نجمل ماتش فهو كوكا النهاردة كان اجهز حد في المكان ده لكن مخاطرة مخاطرة بالنسبة له هو بالنسبة لكل ليه لعب احمد نبيل كوكا شفت لما شفت فرجت عم مخاطرة اجهز واحد هو احمد الشكل اللاعب بينات القالي فجئني انا شخصيا فجئني ان هو ضغط على التحاد في كل مناطق الكورة صح وضغط ضغط يعني مش ضغط اللي هو المان لا ده ضغط اللي هو منتو من في مناطق الكورة اي اللي هو مش من دي فرصة لأي حد ان هو حتى يسترم ويلف عشان بس اوضح الكلام وتكمل ان هو ما لعبش النهاردة خلف الكورة ما لعبش التحدي ما لعبش تطعبifen منطقة خالص هو ما دفعش على مساحة هو دفع على الكورة ايوة تعني selected هو في الكورة انت بتدافع على علمان او عن المان تومان او على المساحة لو اللي علمش الكورة مش اسيبه بالذبط احنا بندفع على كورة على اقرب مكان للكورة احنا بندفع فيها او بنهجمه فعشان تظهر بالشكل ده لازم بقى عندك كميات جارية كبيرة جدا جدا فمين اللي عمل لك التارجت ده ومين كمان يحقق لك بعد الاستحواز ان انت تنقل ملعب بسرعة جدا على الاطراف اذا كان تاو اذا كان الشحات كوكا بيعرف يعمل لها كويس قوي كوكا كرتو حسن من ديانجي اه ديانجي مجهود وكوة بدنية روعة بيقطع كويس قوي لكن ما عندهش سرو باس ما عندهش الانجي باس ما عندهش الكلام ده خاص لكن كوكا بيعرف يعمل لها كويس قوي كوكا كمان هو اجهز واحد في الحتة دي السلاي بيعرف يعمل القصة دي كويس جدا لكن هو مش جاهز فمين البديل مين اللي هيدي التارجت ده لكولر هو كوكا كمان هو كان مدي امام دور اللي هو البيكس تو بوكس هو كان مديله حريا هو يضغط هو دايما كان هو اول حد يروح للكورة كان بديله حريا ان هو يكمل كان زي شادو سترايكر وكمان كان برجع كمان في مناطق الكورة لما يحصل قطع الكورة او يحصل تحاول من حل الحل كان بعملها كويس جدا فلازم يكون فيه اتنين وقفين في الحتة دي اذا كان مروان او كوكا وكان مدي لإمام حرية الحرقة وحرية الضغط فكان لازم يكون حد جاهز بالشكل اللي شفنا بيه كوكا مع انها كت مخاطرة لسه بكرر انها كت مخاطرة كبيرة جدا كانت تبقى عليه لكن طبعا لازم هو اللي خد كريد دلوقتي كله طبعا هو اللي خد كريد انا اللي خدت المخاطرة وانا اللي كسبت المخاطرة طبعا ما كنتش هتخيل انا بصراحة ما كنتش هتخيل ان الراجل ده ايه ده حاجة بص ده حد جبار حد اللي يعمل كده اه هو كان جوزيه اللي عمل كده محدش عملها بعد جوزيه في التغيرة دي بالزبط او في المكان ده بالزبط بحد صغير لان كت كل الناس طبعا هتتباحوا فيش خبرات ما فيش عبزيخ ما شاركش في كاس عالم عندها قبل كده انت بتلعب وديه وانت عمل مش كنت عندك ديانج بره وقفشة بره والناس كلها بره واقرب توفيق بره حتى لا اسألوا لك طبعا وبعدين كمان كوكا كمان ظهر بشخصية ايوه بتحس ان فيه برنس واقف حد حد كبير جدا كابتر عبد الرحمية لو واقف فيه واحدة الشوط التاني بداية الشوط التاني اللي عمل فيها تاكلينج ولا يبقى لا 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 وخدها هياخد ضب الجزاء لو هو معندوش شخصية ما كانش يعمل اللي شالها اللي شالها لا لا هواعد الشخصية هوا دخل في موضوع النوع برنس برنس واقف ورافع راسه وشخصية وتقيل وسروب باس وقاطع وتاكلينج اللي عمل ده مهم جدا كانت جول خطير ما في الموضوع تاكلينج في الحتة دي لو مش متأكد احنا دايما بيقول لا عيب ما تعملش تاكلينج هنا خلص غير لما تكون متأكد زي ما انا شايفك كده كريم انت هتاخد الكورة صح فهو تاكلينج بقاطعت كورة بالنومة لمس الراجل لا كمان